أصدرت منظمة تعاون الاقتصادي تقريرا تناقلته وسائل الإعلام حول المهارات والكفاءات ولم يحتل المغرب مرتبة متقدمة بين دول العالم العربي بل احتل المرتبة الأخيرة كما أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرا ذكر فيه أن المغرب كبعض الدول العربية نجح في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لكنه عرف تراجعا في مواجهة أزمة الجوع معنا لمناقشة تقريرين الأستاذ الدكتور عبد العزيزة الرومانية الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حياك الله أهلا بك دكتور أهلا أستاذ زورة إذن فيما يخص التقرير الخاص بالكفاءات والمهارات المغرب يحتل مرتبة متأخرة لماذا في رأيكم؟ بالنسبة للمهارات والكفاءات أو الذكاء أولا هي قدرات بشرية وقدرات بشرية قد تكون مروتة قد تكون مكتسبة لها تأثير كما كان عرف في مختلف النظريات العالمية لها تأثير بالبيئة الذكاء بصفة عامة أو مهارات الذكاء بصفة عامة هي مهارة كترتبط بقدرة الإنسان على التفكير على التحليل على التخطيط على الاستنتاج على الاستخلاص على التأقلم على التعاطم على المحيط ويخرج بخلاصات هذا شيء طبيعي الآن بالنسبة لهذا التقرير هذا التقرير صدراء المنظمة هو ببساطة هو عبارة عن تنافس بين الأطفال اللي عندهم 15 سنة ديال 76 دولة في مجال معين اللي هو العلوم الريادية قد يكون الأطفال اللي تختاروا من المغرب يعني تختاروا بطريقة أو بأخرى ونحن نعرف الواقع المغربي قد يكونوا غير مؤهلين لهذه المنافسات حتى جنوب إفريقيا احتلت مرتبة جد متأخرة هذا لا ينفي أن هذه الأطفال هم أبناء المدارس المغربية وأننا نعاني في المغرب من تعليم سيء جدا وليس في مستوى طموحاتنا ولا حاضرنا ولا مستقبالنا إذن الأزمة في التعليم أيضا الأزمة في التعليم شيء مؤكد جدا لأن التعليم المغربي الحالي هو تعليم فيه أرضية تعتمد على الصبور على الطبشور على المحفظة على الحفظ وعلى المراجعة في البيت حتى الأستاذ أصبح بهذه الحالة يعني غير مؤهل للمواجهة لأنه لا يعد تكوينه ولا يعد تأهيله حسب البيداجوجية الجديدة المناهج لله زهارة عامرة أخطاء لا ديالة اللغة العربية ولا الفرنسية ولا المعلومات الريادية إذا كانوا المناهج عامرين أخطاء فأش من ولد غادي تقرره كتقرره ولد واش كتقرره للذكاء الإبداع للخلق أو كتقرره غير باش يتكون باش يواجهه سوق الشغل إذن هذا التباعد هو خطير بالنسبة لتعليمنا لا أعرف إلى أي مدى يرتبط التعليم بالذكاء هناك ناس أميون ولكنهم أذكياء دكتور إذا كان التعليم يكون من أجل الأبجديات ويكون من أجل التعليم اللغوي ويكون من أجل الحفظ ويكون من أجل بعض الأرضيات التتقيفية البسيطة ولا يكون من أجل الخلق لا يكون من أجل كيفية اختيار البرامج كيفية تخطيط كيفية ضبط المشاريع كيفية تسيرها كيفية تدبيع في كل مجال احتولوا في التاريخ الجغربي احتولوا في الأدب العربي يمكن أن نخلق برامج ونصيروا عن التبضاء لا يكون من أجل الدكاء بل لأكس ربما أقولها صراحة أن تعليمنا يكون من أجل الغباء يرمي نحو الغباء لأن تعليم الحفظ وتعليم المراجعة وتعليم أن الطفل لا يكاد حتى يلعب لا يعرف اللعب واللعب من أنواع من الوسائل الضرورية لتنمية الدكاء يعني مني يدخل مع الصباح من 8 صباح حتى 4 ونصف العشية والأساتي دا من بعد هذا المعلم من يكاد خلص منه يقوله بسير سابع الحفاظة ديالك في المنزل وأستاذ التقوية من طبيعة الحال في المنزل فالطفل كيعيش واحد الرعب من طبيعة الحال إضافة إلى محفظة تقيلة إضافة إلى مناهج بسيطة إضافة إلى تعليم غير إبداعي غير لا ذكاء فيه إذن نحتاج إلى إصلاح التعليم في رأيكم ما هي أعمدة هذا الإصلاح؟ الآن العالم كله في الحقيقة لما نرى الدول المتقدمة في التعليم فنلندا، هولندا، سويسرا، ماليزيا، كوريا، سنغافورا الدول أدو هناك تعليم في مراحل التعليم اللي يكون حسب قدرات الطفل ومعطياته ينطلق من البيت وبعد ذلك يذهب إلى المدرسة لما يلقى الطفل تعليم المعرفة تعريف المستقبل تعليم الاقتصاد تعليم التوجهات الكبرى تعليم تكوين المشاريع وتتبعها إلى آخرها تعليم الاستنتاج والاستخلاص يمكن أن تقول حتى ولو يذهب الطفل بدون محفظة كما أقول يمكن أن تقول أن هذا التعليم هو تعليم يرمي إلى وضع بلدنا في المستقبل أنا لا يمكن أن أبني كثير من الأشياء الإصلاحات التي تم تقدم بها من 57 اليوم صالحة الإصلاح الأخير صالح ولكن يجب تطبيقه وحزن تطبيقه ماذا عن الفقر؟ هل فعلا استطعنا القضاء عليه؟ هذا التقرير الصادر الذي تنقلته وسائل الإعلام يتحدث عن أزمة الجوع التي لم نتغلبها ولما تخرج بعد تقارير بحال هذا الإفاو وسائل الإعلام كلها يتناولهم من الزوية حسب مرجعيتهم وحسب الخط الحريري وحسب كل شيء له مستقية هذا التقرير؟ كل تقارير دولية إذا كانت حتى بالنسبة للدكاء راكين تقارير أعطت للمغرب موقع 24 بين دول العالمي إذا كانت التقرير أعطت 73 فهناك تقارير جيدة ودات مستقية قوية من مؤسسات دولية قوية أعطت للمغرب 24 بالنسبة للفقر هذا التقرير في الحقيقة أغلبه كان إيجابي تقرير الإفاو أغلبه كان إيجابي لأنه ماذا؟ لأنه يقول أن المغرب حقق الوعود والمناء الألفية الإنمائية ديال 2010-2015 إذا تحققت لكن هناك تعطرات بالنسبة للمشاريع بالنسبة للمبادرات لمحاربة سوء التغذية سوء التغذية خاصة في القرية القرية نعرفها في المغرب من طبع حال لا زالت ضعيفة الدخل الفردي في القرية هو اللي يجب التقرير لأنه ما زالي الله فيه 12 درهم تقريبا وهذا 12 درهم اللي هو دولار و25 سنت هذا هو أضعف هو العتبة التي يقاس بها الفقر من تحتها معناها الفقر المدقع إذا كان فعلا النسبة كبيرة اللي هي كبيرة اللي هي 14% قريبا في القرية موجودة وتعيش في عتبة تحت الفقر فمن طبع الحال لا بد أن تكون لها سوء تغذية ومن طبع الحال نحن مطالبون إن عبر المخطط الأخضر إن عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن عبر كل المشاريع المستقبلية أن نواجه هذه المشكلة في قريتنا كيف السبيل لإبقاء سكان القرى في هذه القرى وعدم الشكوى مرة أخرى من هجرتهم إلى المدن القرية مهمة جدا ونحن شفنا في الإحصاء الأخير دور اللي كتلعبوه ولازال عندها دور كبير في الفلاحة في الاقتصاد في التنمية وأيضا في الاستقرار وفي الارتباط بالأرض من طبع الحال إذا نحن حسنا إذا نحن طبقنا المشاريع التنموية للقرية إذا نحن حاربنا العزلة إذا نحن أدخلنا المدارس وأدخلنا المستشفيات وأدخلنا الطرق وأدخلنا الضوء وأدخلنا القاربة أظن أن الاستقرار سيكون هو النتيجة وأظن أيضا أن ناس القرى وفرنا التعليم ونسى القرى غير سهموا في تنمية المحطة ومتنمية بلاد المنطلعة أنا اعتقادي أن التغيير تصنعه المرأة إذا أرادت المرأة في كل جوانب والراجل في كل شهر كل المجتمعات التي طورت وتغيرت ونمت كان قرارا من المرأة على حساب ماشي بالضرورة لأن الراجل موجودة للزوارك في مكان حال ونت تتمونها هنا ونت تتمونها شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزي الروماني على كل هذه التوضيحات